بخمسة بالمئة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية حسب ما ورد في مرسوم تنفيذي نشر في الجهيدة الرسمية رقم سبعة وسبعين يحدد هذا المرسوم شروط وكيفية تطبيق أحكام المادة ستة وسبعون من قانون المالية التكملي لألفين وخمسة عشر المعدلة والمتممة والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيئة ذا طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة